اشتركوا في القناة اسماعيلي امبرح في الحقيقة يعني كان فيه محاولات كتير ووضح شكله اداء امام النادي الاهلي على الجنب الاخر كمان الاهلي قدم مباراة كويسة لحد ما مرضتش جماهير النادي الاهلي ولكن النتيجة كانت مهمة هي طبعا واحدة من كلاسيكيات الكرة المصرية احنا بنتكلم في ان تستمر العقدة بالنسبة لإسماعيلي المباراة الـ 22 على التوالي مش قادر يحقق الفوز الاهلي قدر او مرسل كولر تحديدا ياخد اللي هو عايزه من المباراة وان هو يحقق الفوز اه كانت البداية مميزة بالنسبة لنادي الاهلي وضغط عالي كان مشكله بشكل كبير وقدر يستحوذ على كل مجرات اللعبة في الشوت الاول ولكن كان طبيعي يحصل تراجع في الشوت التاني بس مش باللي احنا شفناه جماهير النادي الاهلي اكيد عندها تحفظات كتير وعايزة تعرف ايه اللغز الديئة 70 لغاية الديئة 70 حمادة وبعد الديئة 70 حمادة تاني خالص محدش فاهم ايه اللي بيحصل ولكن خلينا نبدأ بعنوان كده بغض النظر عن المشاكل اللي كانت عند النادي الاهلي وهي عودة امام عشور هي عودة متعة كرة القدم في نص مالعب النادي الاهلي لعيب المميز اللعيب اللي هو برا السندوق اللي هو نظرته مختلفة تماما خلينا مثلا احنا نتكلم قبل ما نستعرض الحالات بتاعتنا بتاعت امام عشور خلينا نقول انه طبيعي لما يبقى فيه تكتلات دفاعية وده اللي كان متوقع ان الاسماعيل ده ينزل يدافع بشكل كبير ويأمن مرماه بشكل كبير انه ما يستقبلش اهداف في التكتلات الدفاعية دايما بيبقى الزيادة بالنسبة للمدافعين انا عشر لعيبة تحت الكرة وقافل كل مفاتيح اللعبة عليها الخصب ولكن دايما اللي يقصر التكتل ده اللعيب الحريف صاحب المهارة اللي عنده رؤية مختلفة سواء بمهارة يقدر يعدي بيها من مدافع في عامل زيادة عددية للمهاجمين او بباص خلف المدافعين يقدر يصنع به فرصة خطيرة وده اللي كان بيقدمه امام عشور خلينا ندي مثال بسيط كده انه واحد من اهم العيبة نص الملعب وهو اكبرهم سنا وبيلعب في اقوى نادي في العالم هو توني كروس يعني لازال بصمته موجودة ليه لانه هو برا السندوق دايما مختلف مختلف نظرته مختلفة حتى الهدف بتاعه في باير نيونيخ اللي صنعه الجونيور شفنا انه مش بس هو كمان بيحط الكورة صح لا هو بيشاور له تحرك تحرك هبصيلك هنا وانتاجت عن جود ده اللي كان بيعمله امام عشور في المباراة مبارح او الاهلي كان مفتقده قبل كده بسبب الغياب والاصابة لحد ما رجع وشفنا طبعا كان بديل مع مازين بيعمل ايه وشفنا مبارح عمل ايه تعالوا نشوف الكريبات او الحالات اللي احنا مجاهزينها لامام عشور ونشوف ازاي لمسيته مختلفة وازاي بيقدر يفك التكتلات احنا بديتكلم هنا الاهلي بيبني هجم عادي جدا وينزل امام عشور من القمك بيستلم بمهارة بسيطة رقص واحد وباصة في ظهر المدافع بقى محمد هني الوحده تماما ويقدر يعمل عرضها يمكن ما تصرفش فيها احسن تصرف ولكن انا بكلمك في لمسة واحدة وحركة واحدة امام قدر يضرب اتنين مدافعين في الشوت التاني امام خلينا نكمل ضغط عالي بمهارة جديدة اخد الكرة بمهارة اكتر قدر يرقص ولكن كان عنده سوق تصرف كان ممكن يعملها تشباية لو سام وتبقى هدف ولكن احنا بنتكلم عن مهارة لعج خلينا مشين هنا الاسماعيلي مضغوط الاهلي كان في الشوت الاول ضغط الاسماعيلي بشكل كبير الاسماعيلي بحاول يطلع فنت بسيط جدا خد فول يعني الموضوع ما تطلبش منه مجهود احنا بنتكلم فيه تكتل عايزة استلم كرة واصنع فرصة بفنت خد فول وانتقى خطيرة جدا والجملة اللي كله بيتكلم استلامها ومعلول يمكن دي كانت اخطر فرصة للنادي الاهلي اول اخطر فرصة للنادي الاهلي في المباراة طبعا في الشوت التاني الهدف امام عشور تبصي تحركه نزل المدافعين غبعا عينيهم اتحرك في العمق طبعا سنائية معلول وامام دلوقتي مكسرة الدنيا انا بكلمك في تصرف امام هنا ده تصرف مهاجم مش لعيب نص ملعب ان انا بقى في السكس يارد لا وبرقص كمان المدافع بالمنظر اللي احنا شفناه وبحطها بالطريقة دي فانا باتكلم عن لعيب مختلف دور ومختلف قادر على صناعة الفارق وبقى لا غنى عنه في نص ملعب النادي الاهلي عشان كده في بداية كلامي قلتلك عودة امام عشور هي عودة متعة كرة القدم في نص ملعب النادي الاهلي قلتلي دي يعني ترئيسة مهاجم او هدف مهاجم مش وسط ملعب ومنتكلم عن المهاجم وخليني اقف عند تصراحات كولر الخاصة بمودست يعني كده تصريح غريب بصراحة جدا بالنسبة يعني ممكن اشيط بوسام ابو علي بالمهاجم الجديد لكن افضل مصر على رأيي وعلى انا قلت هو عنده قناعات ولكن كويس يعني ان هو برضو الراجل مقتنع به وثام ابو علي ما يقدمه وثام ابو علي مع النادي الاهلي هالي النادي الاهلي فعلا كان مفتقد بشكل المهاجم ده وتحديدا كمان مع وجود مودست خلينا برضو نحطه مودست في جملة تتحج وجملة مفيدة هو بالطبع وثام خلاص الاهلي كان مفتقد المهاجم اللي من النوعية دي يمكن بقى ليه ادوار مختلفة وده اللي شفناه في مبارات مبارات هنتكلم عنها بالتفصيل ولكن المهاجم اللي هو زي ما بنقولها الجام اللي هو بيقدر يدخل ويستخلص الكورة في الصندوق هو بيقدر من ربع فرصة يسجل ويظهر بشكل مميز لا وثام الاهلي كان مستنيه بقاله كتير هو مودست هو اللي عليه علامة استفهام تاريخ كبير ولكن الكورة بتعدلوقتي احنا في الحاضر اللي في الملعب اللي جاهز يمكن تمسك وإصرار كولر بوجود مودست هي فكرة معنوية ان هو عارف ان مودست عنده كتير ولكن لسه محتاج وقت يتقلم هل هو تظلم يعني؟ هو مظلوم؟ لا فمع الاهلي لا خالص طبعا بس هو محتاج فرصة حلو ان انت عندك تاريخ وحلو ان انا جايبك بالسي في بتاعك ولكن انا جوه الملعب انا محتاج انك تديني انا مش عايش على التاريخ خلص التاريخ مش هيجيب لي بطولات تاريخ مش هيخليك تحط اهداف يعني انا برضو محتاج اشوف يعني مستواك في نفس التاريخ اللي انت كنت بتقدمه هي بس فكرة وقت لتاقلم مش اكتر يمكن اه احنا بنتكلم في مودست طول عمره في اوروبا وفي ملعب اوروبا ولكن يمكن الوضع مختلف معاه لما جيه هنا مصر مع طبعا السن الكبير فمش قادر يجاري اللي بيحصل اصرار كولر على وجوده يعني عشان على ما اعتقد السقة بس مش اكتر يفضل بيديله السقة ولكن دوره الفني هو كل الناس انا مش محتاج حد يحلل دور فني المودست في الملعب هو تقريبا مش موجود احنا مهاجم النادي الاهلي مش اللي هو كل موتشين تلاتة هيعمل أسست وفين وفين لما يجيب جون لا احنا مهاجم النادي الاهلي محتاج لعيب زي وسام بكل مواصفات وسام اللي احنا بنتكلم عنها خلينا نتكلم عن وسام اكتر ان انبارح دوره كان تكتيكي يمكن من اقل المباريات الفنية لوسام من ساعة انضمام النادي الاهلي بالنسبة لوسام مع الجماهير ولكن هو كان دوره تكتيكي قوي الاهلي كان بيطبق ضغط عالي جدا من اول لحظة وهو اللي كان بيقود الضغط خلينا نشوف وسام بص احنا بنتكلم في اول دقيقة انا بضغط وكت اجيب الكرة ولكن المدافع رجحها والاهلي استعاد الكرة بالمناسبة في الكرة دي وسام برضو من اول دي احنا بنتكلم هنا في الديئة التانية الاسماعيه بيحاول يطلع بهجمة ولكن وسام بيضغط وبيجيب الكرة زي ما قدامنا وبيعيد الاستحواز للنادي الاهلي انا بكلمك عن مهاجم عنده واخد تعليمات وتكتيكي ان انا انت قائد خط الضغط بالنسبة لي وانت اللي هتجيبه الكرة بيطلع بره 18 كتير وده اللي شفناه في الهدف الاول مهارة واستلم واسست ولا احلى ولا اروع طبعا الكرة خدمت بيرستاو ولكن اصفرت عن الهدف الاول فاحنا بنتكلم عن مهاجم انا مش هدف بس انا مش 18 بس انا بطلع على الوينجات واخد تعليمات وانا بضغط واجيب الكرة وابقى اول عنصر ضغط بالنسبة لفرقتي وفك الضغط على لعبيت نصف ملعب وفك الضغط كمان عن اللعيبة بص في الشوت التاني احنا هنا الكرة لسه الاسماعيلي بيسانتر وسام ضغط عالي قطع الكرة وضغط عالي وعمل ارتباك حتى لعيبة الاهلي كلها تطلع ورا بعد كده تحاول تجيب الكرة والحارس طلحها او تبقى سوريا جات لي معلول واستعاد لأهلي الكرة فانا لما يبقى عندي اول خط اللي هو المهاجم هو اول واحد بيجيب لي الكرة فقد ايه انا ريح علي سواء خط نص الملعب او خط الدفاع فشكياه بتكلم ان ده لعيب تكتيكي لابعد حد غير ان هو لعب هدف فده مكسب كبير لنادي الاهلي ولسه يعني انا بتكلميك في انه لسه وسام قدامه كتير قوي هيقدر يطلعه مع النادي الاهلي لسه كنا بنتابع مع بعض دلوقتي يعني هدف بيرس تاو داي خليني اسألك عن رأيك فيه بيرس تاو وما يقدمه الفترة الاخيرة قبل كاس الامم حاجة وبعد كاس الامم حاجة تانية خلص بيرس تاو كان من اهم العيدة النادي الاهلي قبل كاس الامم يمكن ضغط المباراة عليه والتأثر بكاس الامم وانه اتعرض لأصابة من ساعة ما رجع هو هيجي الاهلي مستو ان اه مهما اللعيبة مستواها بعيد لا هتيجي احمد عبدالقادر شفناه كان بعيد قوي رجع وبكل قوة تقلق في موراتين مازنبي سواء في موراتين مازنبي الى ان تعرض للاصابة امباراة ولكن برضو بيرس تاو جاي هو العيد لاغن عنه بداية بيرس تاولا هنفتكر خالص مع موسيماني اول ما جاي بدأ كاس قوي صاب خد فترة لغاية ما يرجع لمستواه اللي احنا شفناه ان هو من اهم العيدة النادي الاهلي ان هو بيتحطه بقية التشكيل بيتحطه وراه فهو دوره جاي هو الاهلي ليه ما كسب كتير هي عودة مروان عطية وشفناها كان مميز مبارح هي عودة متولي في خط الدفاع انه الاهلي محتاجوا بقوة في المباراة طبعا احنا عندنا ضغط مباراة كبير جدا ولكن انا كان عندي تخوف او الجماهير كلها عندها تخوف جماهير النادي الاهلي ايه اللي بيحصل بعد ديها سبعين وعايزين نتكلم عنه احنا بنتكلم في فكرة ان الاهلي لما بيطبق ضغط عالي من اول لحظة انا كنت بتفرج على الماتش مبارح وبقول هل الاهلي قادر على مواصلة ومجارات الضغط للتسانين ديها من وجهة نظري صعب مفيش فرقة في العالم بتضغط تسانين ديها بالمنظر ده تسانين ديها حتى منشستر سيتي جورديولا التيكي تاكا ما بيعملش كده صعب شفناه مع الريال كان بيسيب اوقات الاستحواز للريال عشان طبعا في وقت لما انت بتبقى متأخر في النتيجة انت بحتاج تضغط بكل ما عندك منكوه ولكن صعب الاهلي انا من وجهة نظري هو بيعاني من المعدلات البدنية مش الارهاق او التراكم او تلاحم المباراة لان الاهلي ببساطة جديدة في افريقيا هو لعب 12 مباراة ما دخلش فيه غير هدف واحد من يانج افريكنز فاحنا بنتكلم لا هو مارسل كولر فيما معناه المعدلات البدنية ان تبطبق ضغط عالي من اول دقيقة فطبيعي ان انا بعد دقيقة سبعين اللعبة بتبدأ تتراجع ببساطة جديدة كولر اول ما بدأ افريقيا مع النادي الاهلي وخسر خمسة من سان داونز عرف ان ما ينفعشي اطلع برا وانا بلعب في توب ليفل العب بشخصية الاهلي وانزل العب بطريقة لعبي وابقى ضغط لا لازم اتراجع ولازم العب كل مباراة لأداء فكرة ان مارسل كولر لعب في كل البطولات الكبيرة في القرى في التوب ليفل سواء في الافريكان ليج او في كاس العالم في العالم الاندية او في كل ده خلاه انه شايف الدوري اقل ولكن اقل مش من حس اهمية اللقب لا اللقب مهم ولكن اقل من حس المستوى التنفسي فبالطبع ان انا لما بسيب الكرة للخصم في افريقيا لا انا هنا مش بحتاج بسيب الكرة لا انا هاخد الكرة وهفضل فارد باسلوبي واستحوازي وطريقتي مع العلم ان الدوري عندنا مستوى التنفس بتاعه علي جدا كل الفرق بتمتلك عناصر مميزة جدا وقادرة على ان هي ترجع احنا شوفنا ببساطة جديدة في مباراة البنك الاهلي الاهلي تقدم 3 مرات وفي الاخر وبنك بيقود كل مرة وفي الاخر بيكسب انت فكرة ان انا بتقدم 3 مرات الاهلي من امتا كان بتقدم 3 مرات وبيرجع في النتيجة وده لفكرة ببساطة جديدة كمان ماتش امبي قبل ما اوضح للنقطة دي انت تقدمته مرتين والامبي بيتعادل معاك ببساطة جديدة انا الضغط العالي ده بيولد عند اللعيبة مع مرور الوقت ان انا لازم هرجع بدنيا لازم اقسم مجهودي على طوال التسعين ديئة خليني اقولك ببساطة ان ان الاهلي في افراكا هو بيقسم مجهوده وبياخد من كل مباراة هو عايزها اللي هو عايزه لدرجة انه في 12 مباراة ما دخلش مرمجر هدف واحد وحقق الفوز وفي النهائي فكرة برضو ان كولر واصل بالاهلي او الاهلي واصل للموسم الخامس على التوالي لنهائي الشامبيونز ليد فاحنا بنتكلم في اننا خلاص انا بقى في مستوى فالدوري اقل في فكرة ان انا هسيب الكرة للخصف لا انا لازم ااخد الكرة وافضل مستحوذ ولكن ده مش صحيح يقى مستسهل الفوز يعني شايف ان المباراة المتناول شايف ان انا ممكن في اي لحظة هرج مش فكرة استسهال الفوز بس ادرس تواعي برضو الكونسبت بتاع هقولي مش فكرة استسهال الفوز خالص بالعكس ولكن فكرة انا بلعب في ليفل اعلى من الليفل ده فما ينفعش لما اجي في الليفل الدوري ابقى بدافع لا انا لازم ابقى مسيطر لازم اقدم ضغط عالي لازم الكرة تبقى معايا مع العلم ان الاهلي احنا بنتكلم لعب مبارح الاربع لسه عنده موتش السبت وعنده الثلاث وعند السبت اللي بعده في الدوري قبل ما يروح نهاية فرق الفترة الجاية فيه ضغط مباراة احنا 11 مباراة اه سوري 11 يوم فيه اربع مباراة فترة الجاية الاهلي يبقى عنده مشكلة سواء في ان الدوري مباراة الدوري مهمة جدا لان انا دلوقتي انا بجمع اللي فاتني من النقط في المباراة المؤجلة عشان ارجع تصدر الدوري كاهلي فكرة ان الاهلي يضحي او يقع منه نقط في المباراة الجاية دي ممكن تؤثر عليه في الدوري وبالاضافة وتحديدا المؤجلات بالضبط اه دور الاول اللي هيتحسب عليه افريقيا بالضبط بالاضافة انه هو كمان عنده نهاية دورة ابطال فده لا يقول اهمية عنده هنشوف اكيد لعيبة كتير عبت اظهر التشكيل هيتغير تماما من اليوم السابت الجاي ولكن لحفاظ على بعض اللعيبة من الاصابة احنا شوفنا عبدالقادر مبارح اتعرض الاصابة في الخلفية وخرج لتجهيز بعض اللعيبة احنا بنتكلم عن ريدا سليم واحد كان من اهم الصفقات اللي جات النادي الاهلي وقبل اصابته قدم اداء مميز جدا ولكن من بعد الاصابة مش عارف يرجع فهو محتاج ببساطة جديدة يجهز اللعيبة ويحافظ على اللعيبة بفترة الجاية واهم حاجة المكسب مش الاداء في الدوري خاصة ان انت عندك نهائي دوري ابطال الفركاء ما يقدمه مصطفى شبير مع النادي الاهلي اداء اعجازي وقسطوري وقولي زي ما انت عايز تقولي مصطفى شبير بجد طمننا على حرصة مرمى منتخب مصر لعشرين سنة كمان ما فيش مشكلة انا مصطفى شبير كنت دايما بتساءل انه كابتن احمد شبير الوالد مصطفى بقاله سنين في المعنادي الاهلي كنت بتساءل هو ليه مش في الصورة ليه كابتن احمد شبير مثلا ما بيدغطش ان مصطفى يلعب ولكن انا شفتها ببساطة جديدة جدا انه هو كان بيكتسب مصطفى بعض الخبرات اللي تخليه يوصل للاداء اللي احنا بنشوفه احنا شفنا حراص كتير جدا ظهروا في سن صغير سواء في محليين وعالميين وحراس موهوبين لأبعد حد ولكن حصل انهيار تام عمدنا هنا في مصر احمد الشناوي محمد الشناوي سوري ااسف اه احمد الشناوي بداية احمد الشناوي كانت قوية جدا ولكن كان حارس منتخب مصر وهو عنده تقريبا 20 سنة 21 سنة على كابتن عصان حضر ولكن في النهاية ما كانش جاهز نفسيا فانهار نفس الكلام برا احنا لو نتكلم على دوناروما بدايته مع الميلين كان عنده 18 سنة كان بداية قوية جدا ولكن هو في باريس سان جرمان دلوقتي ولكن اخطاءه كتير 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 جاهز نفسيا للمكان والمسؤولية اصدقك يعني النضج بالزبط اه في السن الصغير النضج ده انه هو يقدر يوصل عشان يقدر يبقى المكانة اللي هو فيها بالزبط ده اللي شفنا مع مصطفى شبير مليون في المئة اه يمكن مصطفى تظلم فكرة انه كان ما بيلعبش في سن مع منتخب مصر لعب أولمبيات او لعب بطولة فكنا هنشوفه وكنا هنشوفه من بدري هو قادر على ايه وامكانياته عاملة ازاي ولكن هو بدأ مع الاهلي انا شايف انه لا يقل اهمية عن محمد الشناو انت بتكلمي على الاثنين هل في حد في مصر خايف وتحديدا من جبهير نادي الاهلي خايف احراسة مرمى النادي الاهلي نتكلم في اخر دقيقة امبارح في المورات الاسماعيلي بيشيل هدف محقق حقيقي بطريقة يعني بصدة اعجازية يعني اقل ما يقال ان في مدافع قدامه ومعدية بين رجله وبعيد عن مرمى نظره ولكن قدر بمنطهر رشاقة ينزل يجبه ويحافظ على الاهلي لو لا مصطفى شبير امبارح على الاهلي مليون في المية ما كانش هياخد ثلاث نقط خبنا يحميه ويحفظه وبخفت منتكلم عليه كتير نحسده عزيز تأذنك خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل لاستم كاملين مع حضراتكم ايبكم معنا مرحبا بحاجاتكم مرة ثانية لاستم كاملين معاكم في صباح عن طايم فيديو فتنة عزيز كلاوي الناقد الرياضي اذا بالفاصل ممكن كنا منتكلم على النادي الاسماعيلي والنادي الاهلي مباراة كانت كبيرة قوية فاس بها النادي الاهلي النهاردة ايضا لقاء اخر النادي زمالك هيقابل لبنك الاهلي ممكن في بداية الحلقة قلت المباراة مش هتكون سهلة بنك الاهلي على الرغم من مستوى فيه جدول الترتيب ولكن بيقدم مباراة قوية بينقصوا التوفيق والفوز يعني على ما تستفهم كبير على البنك الاهلي ولكن شايف مباراة اليوم النهاردة ازاي هو بالنسبة للفريقين هي مباراة هيبقى متنفس جديد ان هو يحطه تاني على التراك الصحية خليني اقولك بس بداية عن الزمالك الزمالك انا ملاحظ انه اه الزمالك عانى وجماهيره عانت مؤخرا سواء بفترة بإيقاف القيد بقلة المواهب في الفريق والصفقات اللي جات دعمت وبعد ما مجلس الادارة اتدخل وحل المشكلة ولكن الزمالك من ساعة ما بدأ الموسم الحالي خلينا اقولك رقم ممكن هيفاجئ بعض الناس انه مقدرش يحقق ثلاث مباراة فوز في الدورة المتتالية احنا بيكان في 13 مباراة هو اقصى حاجة عملها حقق الفوز مرتين واربعات بعد مباراة الاهلي مباراة كبيرة انت بتتكلم في الديربي قط بين الكرة المصرية وتقدر تحقق الفوز كل الناس قالت ده دفعة معنوية كبيرة جدا للنادي الزمالك في اللي جاي نكتشف ان الزمالك في اول مباراة في الكون فدرالية على ارضه قدام خمسين الف مشجع بيتعادل سفر سفر طب وبعدين راح غانا وفي غانا كسي بتاعة سفر واعادل فرحة تانية الجماهية فالنهاردة انا محدش اتوقعني بالضبط اتوقعني والنهاردة على فكرة انا حاسس ان النهاردة الماضش مش هيبقى سهلة ابدا بالنسبة للزمالك لان انا شايف ان الجيل الفرقة الموجودة دلوقتي هيا بتعرفش تفرح مرتين وربعات عكس النادي الاهلي على فكرة اعيز اقولك حاجة النادي الاهلي خرج من القمة بالخسارة فكان متوقع هو اللي اتأثر نفسيا لا الاهلي طول عمره ان الهزيمة بتقوي الهزيمة بتوقفه افضل من الاول طيب دايما يقولك الفوز بيجي فوز ما مش عارف انا يعني انا بقولك كده بس الزمالك الموسم الحالي هو اخر فوزين انت واخد معنويات مرتفعة منتشي فوز عايز تثبت وتحقق ونتائج يعني عارف العجلة الدور يعني اللي بيحصل بتعطل ليه بتعطل اللي تثقة من اللعيبة يمكن برضو تغيير التشكيل عن الدوري وعن الكون فدرالية عشان بعض اللعيبة اللي مش مقايضة ده ممكن بيقدي لبعض المشاكل خلينا نقول برضو ان النهاردة سيفك جزيري مش موجود في القايمة بسبب الاقاف فده اكيد هيأثر على خط هجوم ناس الزمالك لانه ظهر بشكل مميز في اخر كم مباراة خلينا نقول ان بدأ يعني انا شايف انه جمز ماشي كويس اوي بفكرة ان انا مش محتاجة استعجل مش محتاج مرة واحدة ابقى تيكي تاكا واكسب ستة سبعة واحل كل مشاكلي لا انا اخدها تدرجية ممكن في مباراة الكاس مع الاهلي في اللي فاتت في السعودية هو بدأ بضغط عالي وبدأ بطريقة خسر في مباراة الدوري هو بدأ بطريقة مختلفة تماما وتضارك كل اخطائه ودي انا كده عجباني جدا في ان مدير فني بيطور نفسه بطريقة كبيرة مع الفرقة بيستعرض عضلاته خالص كمان عايز اقولك هنا مع دريمز والتعادل سفر سفر واللعيب مكانوش موفقين عدل كل اخطائه وشوفنا وجود الجزيري وسامسون مع بعض كان بشكل مختلف للزمالك في غانا وقدر يحقق الفوز بس هي علامات استفام انا عايز اقولك ان انت بتتكلم دلوقتي فيه دوري موجود كونفدرالية الناس كتير بتقول ان كونفدرالية مش افضل مستوى للفرقة ولكن انا شايف انها مهمة جدا للزمالك اولا بتعد اللعيبة كويس سنين هي منفز يوديك كاس عالم يوديك تلعب سوبر يدخلك ليفل انت غايب عنه فعشان كده كمان قزمة الزمالك انه تعرض لك قف قيد بسبب خالب بطايت لازم ولا بد تتحلف طبعا اصرع وقت انت لو لو الزمالك عايز يدخل الليفل ده ويلعب مع وتنافس سواء في السوبر وان شاء الله يبقى مع الاهلي او في كاس العالم للاندية انت لازم كلاس ايه لعيبة كلاس ايه ما فيهاش يظهر طيب البنك الاهلي على الجانب الاخر شايفوا ازاي الموسم ده والله البنك بيقدم مستويات مميزة ولكن زي ما انت قلت بالزبط هو بيغيب عنه التوفيق يمكن تصرع من بعض اللعيبة من فكرة ان انا ما عنديش ثقة لان انا كل مرة بقدم كل اللي عندي وبخسر او بتعدل بطريقة مش افضل حاجة انا والله كنت متوقع ان بعد مباراة الاهلي ان انت تبقى متأخر واحد سفر وتتعادل اتنين وتتعادل تلاتة وتكسب في الاخر ويفوج دي خلاص اندي حطتك على الطريق الصحيح بفكرة ان انا هقدر اكمل مباراة بيرامدز كمال لما شفناه كان متقدم بالزبط وكان بيقدم مستوى كبير جدا ولكن خسر بسبب عدم التركيز هي الكرة يا اميرة لحظات بتفقد فيها تركيزك تفاصيل صغيرة بالزبط التفاصيل صغيرة فالدنيا كلها بتتقلب لما بتفقد تركيزك هو الموضوع ببساطة لازم اللعيبة تفهم ان ماشي احنا مش مستعجلين ما نوطرش نفسنا لا قادرين ان ننطور اداءنا المميز ده بأهداف ونقدر نطوره ونحقق بالفوز امبارح كان يعني خلينا بقى ننتقل من الكرة المحلية لأوروبا امبارح نصف نهائي دوري أبطال لأوروبا بروسيا دورتموند امبارح بيفوز بواحد صفر على باريس سانجرمان شفت المباراة زي وهل كنت متوقعة يعني انا شخصيا كنت متوقعة مبارح رغم ان مبارح كنا منتكلم مع السيد محمد عدل برضو المحل الرياضي وقال لي انا اتوقع البي أس جي بس انا قلته لا يعني انا متوقعة بروسيا شفت مبارح المباراة زي وشايف مين طرفي النهائي هو فعلا توقع كل الناس قدت متوقعة بي أس جي لان مع انريكي كورة مختلفة مش متعودين عليها الجمهور فكرة ان انا طول عمري عندي نجم سواء زلطان ابراهيموفيتش ومن بعده نيمار ومن بعده السلاسي المرعب وكمان كان كافاني مع زلطان فكرة ان انا دلوقتي ما بقاش عندي نجم انا بعمل كورة جماعية لأبعد حد آه بقابي نجم كبير جدا ولكن هو داخل في الترس مع اللعبة فممكن من افضل كورة بتقدم المسم الحالي في أوروبا باريس سانجرمان بس بيفتقد لبعض الخبرات لو هنتكلم عن دورتموند قلب الآية مبارح ليه دوافع مختلفة انا بتكلم في ان انا مش خسرت الدوري لمسم اللي فات بس لا انا السنة دي يا طارع هبقى ثالث ولا مش هبقى ثالث حظ غريب بالزبط بس هبقى ثالث ولا مش هبقى ثالث فانا لازم عندي بطولة اقدر وبعدين عايز اقولك احنا بنتكلم في مشوار ممكن هو مش الاسهل مفيش في أوروبا حاجة سهلة ولكن الاخفة شوية المباراة اللي فاتت انت كنت لعب قتلتكو مادريد خصب وقوي جدا وند ولكن الظروف متقربة والعناصر متقربة نفس الكلام مع بي اس جي رغم الاسم الكبير بتاع بي اس جي ولكن كعناصر متقربة فقدر يفاجئ بي اس جي مبارح بروسيادورت وحقق الفوز توقعاتي سريعا في الفاينال ريال مادريد اللي قتل مطعة كورت القدم وفيش حد يغيره بيكسب وبريس انجل ومين صاحب النسخة دي يعني اللي ريال مادريد بورت للأسف مش هجه قتل مطعة كورت القدم لا انت أفعتيني للأسف ليه بس مدريدية من طرز العول عزي أنا بشكرك شرفتني ونورتني ودايما ببقى سعيدة وانت موجود معي ربنا خليك يا بينا شكرا شكرا جديلا كان نهاردة ضيفنا عزي الكلاوي النقد الرياضي مشاهديني أشكركم على المتابعة كده وصلنا لاختام حلقاتنا النهاردة من صباح اون تايم مشاهدة ممتعة ان شاء الله للمباراية الدوري على اون تايم سبورس أشوفكم على خير بإذن الله إلى اللقاء